بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المات تفسير سورة البقرة لابن كثير قول اخر في المراد بالفتح قال ابن جريج حدثني القاسم ابن ابي درزة عن مجاهد في قوله تعالى اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريبة تحت حصونهم فقال يا اخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغور فقال من اخبر بهذا الامر محمدا ما خرج هذا القول الا منكم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين ارسل اليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال السدي اتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم هؤلاء ناس من اليهود امنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض اتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن احب الى الله منكم واكرم على الله منكم وقال عطاء الخراسان اتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى لكم وعليكم وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قال بعضهم لا تحدثوا اصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم وقوله تعالى اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال ابو العالية يعني ما اصروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم وكذا قال قتابه وقال الحسن ان الله يعلم ما يسرون قال كان ما اصروا انهم كانوا اذا تولوا عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم الى بعض تناهوا ان يخبر احد منهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية ان يحاجهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم وما يعلنون يعني حين قالوا لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم امنا وكذا قال ابو العالية والربيع وقتابه ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يذنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمرا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون يقول تعالى ومنهم اميون اي ومن اهل الكتاب قاله مجاهي والاميون جمع امي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب قاله ابو العالية والربيع وقتابه وابراهيم النخعي وغير واحد وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب اي لا يدرون ما فيه ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه الامي لانه لم يكن يحسن الكتاب كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون وقال عليه الصلاة والسلام انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث اي لا نفتقل في عبادتنا ومواقيتها الى كتاب ولا حساب وقال تبارك وتعالى هو الذي بعثت الاميين رسولا منهم وقال ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال الى امه في جهله بالكتاب دون ابيه قال وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول خلاف هذا وهو ما حدثنا به ابو كريب حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر ابن عمارة عن ابي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ومنهم اميون قال الاميون قوم لم يصدقوا رسولا ارسله الله ولا كتابا انزله الله فكتبوا كتابا بايديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله وقال قد اخبر انهم يكتبون بايديهم ثم سماهم اميين لجحودهم كتب الله ورسله ثم قال ابن جرير وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم وذلك ان الامي عند العرب الذي لا يكتب قلت ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الاسناد نظر والله اعلم وقوله تعالى الا اماني قال ابن ابي طلحة عن ابن عباس الا اماني الاحاديث وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الا اماني يقول الا قولا يقولون بافواههم كذبا وقال مجاهد الا كذبا وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني قال اناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب اماني يتمنونها وعن الحسن البصري نحوه وقال ابو العالية والربيع وقتابه الا اماني يتمنون على الله ما ليس لهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم الا اماني قال تمنوا فقالوا نحن من اهل الكتاب وليس منهم قال ابن جرير والاشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس وقال مجاهد ان الاميين الذين وصفهم الله تعالى انهم لا يفقهون من الكتاب الذي انزله الله تعالى على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الاباطيل كذبا وزورا والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب يتخرصه ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عثان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب وقيل المراد بقوله الا اماني بالتشديد والتخفيف ايضا اي الا تلاوة فعلى هذا يكون استثناء منقطع واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى انا اذا تمنى اي تلا القى الشيطان في اميته الآية وقال كعب بن مالك الشاعر تمنى كتاب الله اول ليله واخره لاقى حمام المقادر وقال اخر تمنى كتاب الله اخر ليله تمني داود الكتاب على رسله وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون اي ولا يدرون ما فيه وهم يجدون نبوتك بالظن وقال مجاهد وانهم الا يظنون يكذبون وقال قتادة واب العالية والربيع يظنون بالله الظنون بغير الحق وقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية هؤلاء صنف اخر من اليهود وهم الدعاة الى الدلال بالزور والكذب على الله واكل اموال الناس بالباطل والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياب سمعت ابا عياد يقول ويل صديد في اصل جهنم وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيهم جبال لماعد وقال ابن ابي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الاعلى اخبرنا ابن وهب اخبرني عمر بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر اربعين خريفة قبل ان يبلغ قعرة ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة قلت لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن الافة ممن بعده وهذا الحديث بهذا الاسناد مرفوعا منكر والله اعلم وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابراهيم بن عبد السلام حدثنا صالح القشيري حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلم عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عثان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون قال الويل جبل في النار وهو الذي انزل في اليهود لانهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما احبوا ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة فقال تعالى فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وهذا غريب ايضا جدا وعن ابن عباس الويل المشقة من العذاب وقال الخليل ابن احمد الويل شدة الشر وقال سيبويه ويل لمن وقع في الهلك وويح لمن اشرف عليها وقال الاصمعي الويل تفجع والويح ترحم وقال غيره الويل الحزن وقال الخليل وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب ومنهم من فرق بينها وقال بعض النحاة انما جاز الابتداء بها وهي نكرة لان فيها معنى الدعاء ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا قلت لكن لم يقرأ بذلك احد وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قالهم أحبار اليهود وكذا قال سعيد عن قتابتهم اليهود وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن ابن علقمة سألت ابن عباس رضي الله عنه عن قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا وقال الزهري أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غبا لم يشب وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بذلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم لا والله ما رأينا منهم أحدا قد تسألكم عن الذي أنزل عليكم رواه البخاري من طرق عن الزهري وقال الحسن بن أبي الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها وقوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما أكلوا به من السرح كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها فرب الله عليهم ذلك بقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهدا ولكن هذا ما جرى ولا كان ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه قال محمد بن إسحاق عن سيف ابن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى قوله خالدون ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة زاب غيره وهي مدة عبادتهم العجل وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتاده وقال الضحاك قال ابن عباس زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي ثابتة في أصل الجحيم وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلف فذلك قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل وقال عكرمة خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسيخلفنا فيها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ربي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد فأنزل الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن جعفر حدثنا محمد بن محمد بن صخ حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا ليث بن سع حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان قال كذبتم كذبتم بل أبوكم فلان فقالوا صدقت وبره ثم قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبو القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبو القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاك سمى؟ فقالوا نعم قال فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يذرك ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليف بن سعد بنحوه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا قال محمد بن إسحاق حدثني محمد ابن أبي محمد عن سعين أو أكرمة عن ابن عباس بلى من كسب سيئة أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفر فما له من حسنة وفي رواية عن ابن عباس قال الشرك قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع ابن أنس نحو وقال الحسن أيضا والسدي السيئة الكبيرة من الكبائر وقال ابن ذريج عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال بقلبه وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن وأحاطت به خطيئته قالوا أحاط به شركه وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع ابن خيثم وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب وعن السدي وأبي رزين نحو وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع ابن أنس وأحاطت به خطيئته الموجبة الكبيرة وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا سليمان بن ذاود حدثنا عمر بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياذ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أي من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له وإذ أخذنا نفاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه نيثاقهم على ذلك وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشيقوا به شيئا وبهذا أمر جميع خلقه ولذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيب وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي عمل أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم أدناك ثم أدناك وقوله تعالى لا تعبدون إلا الله قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو آكد وقيل كان أصله أن لا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف فحذفت أن فارتفع وحكي عن أبي وابن مسعود أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبوي قال واختاره الكسائي والفراء قال واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية وقوله تعالى وقولوا للناس حسنا أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف واللهي عن المنكر بالمعروف كما قال الحسن البصري في قومه تعالى وقولوا للناس حسنا فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخراز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فالقى أخاك بوجه منطلق وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخراز واسمه صالح بن عسط به وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل فجمع بين طرفين الإحسان الفعلي والقولي ثم أكب الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تكن به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمنى ومن النقول الغريبة هاهنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلان حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسم بن وداع أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه فقيل له ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني فقال إن الله تعالى يقول وقولوا للناس خسنا وهو السلام قال وروي عن عطائن الخراسان نحوه قلت وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة ولدون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوسع الخزرج وذلك أن الأوسع والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل بنو قيمقاء وبنو النبير وحلفاء الخزرج وبنو قريبة حلفاء الأوس فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حرفائه فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأصارى من الفريق المغنيب عملا بحكم التيراء ولهذا قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ولهذا قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دناءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم وذلك أن أهل المنة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام نفل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو فداعى له سائر الجسد والحمى والسهر وقوله تعالى ثم أقرأتم وأنتم تشهدون أي ثم أقرأتم بنعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية قال محمد بن إسحاق بن يسار حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية قال أنبأهم الله بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دنائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم فكانوا فريقين ضائفة منهم بن قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنظير وقريبة وهم حلفاء الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت دنقين قاع مع الخزرج وخرجت النظير وقريبة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافقوا دنائهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوسان ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قياما ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لنا في التوراة وأخذن به بعضهم من بعض يفتدي دنقين قاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس ويفتدي المدير وقريبة ما كان في أيدي الخزرج منهم ويطلبون ما أصابوا من دنائهم وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون ببعض أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بنغني نزلت هذه القصة وقال أصباب عن السد كانت قريبة حلفاء الأوس وكانت النظير حلفاء الخزرج فكانوا يقتلون في حرب بينهم فتقاتل دني قريبة مع حلفائها النظير وحلفاءهم وكانت النظير تقاتل قريبة وحلفاءها ويغنبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا إنا أمرنا أن نفديهم وحرنا علينا قتالهم قالوا فلنا تقاتلونهم قالوا إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية وقال أصباط عن السد عن الشعبي نزلت هذه الآية في قيس بن الحطيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية وقال أصباط عن السد عن عبد خير قال غزينا مع سلمان بن ربيعة الباهني بلنجر فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وعصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلمان يهودية بسبعمائة فلما مر برأس الجانوت نزل به فقال له عبد الله يا رأس الجانوت هل لك في عجوز ها هنا من أهل دينك تشتريها مني قال نعم قال أخذتها بسبعمائة درهم قال فإني أربحك سبعمائة أخرى قال فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف قال لا حاجة لي فيها قال والله لتشتينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه قال اذن مني فدنى منه فقرأ في أذنه لما في التوراة إنك لا تجد مملوكا من دني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته وإن يأتوكم أصارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم قال أنت عبد الله بن سلام قال نعم قال فجاء بأربعة آلاف فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره حدثنا أبو جعفر يعني الرازي حدثنا الربيع بن أنس أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجانوك بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب فقال عبد الله أما أنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهم والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذنب اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ونبعثه ونخرجه ومغاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام واليهود عليهم لعائم الله يتكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي استحبوها على الآخرة واختاروها فلا أخفف عنهم العذاب أي لا يفطر عنهم ساعة واحدة ولا هم ينصرون أي ليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ينعت تبارك وتعالى بن إسرائيل بن عتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء وأنهم إنما يتبعون أهواءهم فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحضار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية ولهذا قال تعالى وقفينا من بعده بالرسل قال السدي عن أبي مالك أتبعنا وقال غيره أردثنا والكل قريب كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات قال ابن عباس من إحياء الموت وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيلا بإذن الله وإبراء الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض كما قال تعالى إخبارا عن عيسى ولأحل لكم بعضا الذي حرنا عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية فكارت بني إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبالإنزال بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم ولهذا قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن وسعود في تفسير هذه الآية وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد ابن كعب وإسماعيل ابن خالد والسدي والربيع ابن أنس وعطية العوف وقتابه مع قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ما قال البخاري وقال ابن أبي الزناب عن أبيه عن أبي هريرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد حسان بروح القبس كما نافح عن نبيك فهذا من البخاري تعليقا وقد رواه أبو داود في سننه عن ابن سينين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن نوسى الفزال ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناب عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به قال الترمذي حسن صحيح وهو حديث أبي الزناب وفي الصحيحين من حديث سفيار بن عويلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس فقال اللهم نعم وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك وفي شعر حسان قوله وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفرا من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أخبرنا عن الروح فقال أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني قالوا نعم وفي صحيح ابن حدان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رسقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أقوان أخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا بشر عن أبي روق عن الدحاك عن ابن عباس وأيضناه بروح القدس قال هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى وقال ابن جريع حدثت عن منجابي فذكر وقال ابن أبي حاتم وهو عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال وهو الاسم الأعظم وقال ابن أبي نجيح الروح هو حفظة على الملائكة وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس أن قدس هو الرب تبارك وتعالى وهو قيل كعب وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنه ما قال القدس هو الله تعالى وروحه جبريل فعلى هذا يكون القول الأول وقال السدي القدس بركة وقال العوفي عن ابن عباس القدس الطهر وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى وأن يدناه بروح القدس قال أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحا كلاهما روح الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ثم قال ابن جرير وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الريح في هذا الموضع جبرائيل فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكمن الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية فذكر أنه أيده به فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله وإذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به قلت ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق ولله الحمد وقال الزمخشري بروح القدس بالروح المقدسة كما تقول حاكم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال وروح منه فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة وقيل لأنه لم تدمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقيل بجبرين وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن روحا من أمرنا وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يؤحي الموتى بذكره فتضمن كلامه قولا آخر وهو أن المراب روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة وقال الزمخشري في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون إنما لم يقل وفريقا قتلتم لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر وقد قال عليه السلام في مرض موته ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوام قطاع أبهري قلت وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها وقال مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة وقال عكرمة عليها طابة وقال أبو العالية أي لا تفقه وقال السدي يقولون عليها غلاف وهو الغطاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاده فلا تأي ولا تفقه قال مجاهد وقتاده وقرأ ابن عباس غلف غلف بدم النام غلف بدم النام وهو جمع غلاف أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك قاله ابن عباس وعطاء بل لعنهم الله بكفرهم أي بردهم الله وأبعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون قال قتاده معناه لا يؤمن منهم إلا القليل وقالوا قلوبنا غلف هرك قوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قوله غلف قال تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وهذا الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روي من حديث عمر بن مرة الجمالي عن أبي البختي عن حذيفة قال القلوب أربع فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد ابن عبد الرحمن العرزمي أنبأنا أبي عن جدي عن قتابة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال لم تختم وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير قول آخر قال الضحاق عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره وقال عطية العوف عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي أوعية للعلم وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها حكاه بن جير وقالوا قلوبنا غلف غلف بضم اللام نقلها الزمخشري أي جمع غلف أي أوعية بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر كما كانوا يفتون بعلم التوراة ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها كما قال في سورة النساء وقيمهم قلوبنا غلف بل تضع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقد اختلفوا في معنى قوله فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا فقال بعضهم فقليل فقليل من يؤمن منهم وقيا فقليل إيمانهم بنعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاذ والثواب والعقاب ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إنما كانوا غير مؤمنين بشيء وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون كما تقول العرب قل ما رأيت مثل هذا قط تريد ما رأيت مثل هذا قط وقال الكسائي وقال الكسائي تقول العرب من زنى بأرض قل لا تنبت أي لا تنبت شيئا حكاه ابن جمير رحمه الله والله أعلم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عيد الله وهو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معه يعني من التوراة وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على النذين كفروا أي وقد كانوا من قبل نجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بنجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وأرم كما قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتابة الأنصاري عن أشياخ منهم قال فينا والله وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لنا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفر به قالوا كنا قد علوناهم قهرا بهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرام فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به يقول الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال يستنصرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك بل يكذبون وقال محمد بن إسحاق أخبرني محمد ابن أبي محمد أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون عن الأوس والخزرج برسول الله سلم الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء ابن معرور وداود ابن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبرون لنا بأنه وضعوف وتصفونه بصفته فقال سلام بن مشكم أخو بالنظير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية وقال العوفي عن ابن عباس وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يعني بذلك أهل الكتاب فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوا وقال أبو العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فنعنة الله على الكافرين من فضلك تابع بقية المادة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة يب كثير وقال وقال قتاد وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال وكانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفر به وقال مجاهد فلما جاءهم ما عرفوا كفر به فلعنة الله على الكافرين قال هم اليهود بئس ما اشتري به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغدب على غدب والكافرين عذاب مهيم قال مجاهد بئس ما اشتري به أنفسهم يهود شروا الحق بالباطر وكتنان ما جاء به نحمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينيه وقال السدي بئس ما اشتروا به أنفسهم يقول داعوا به أنفسهم يقول بئس ما اعتادوا لأنفسهم تردوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ومصرته وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن نزل الله من فضله على من يشاء من عباده ولا حسد أعظم من هذا قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ضغيا أن نزل الله من فضله على من يشاء من عباده أي أن الله جعله من غيرهم فباءوا بغضب على غضب قال ابن عباس في الغضب على الغضب فغضب عليهم فيما كانوا بيعوا من التيراء وهي معهم وغضب وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم قلت ومعنى باء استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب وقال أبو العالية غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وعن عكدة وقتادة مثله قال السدي أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن عباس مثله وقومه تعالى وملكافرين عذاب مهين لما كان كفرهم سببه البذل والحسد ومن شأ ذلك التكبر قبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة كما قال تعالى إن الذين يستكبرين عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين حقيرين ذنينين راغمين وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى حدثنا ابن عجلان عن عمر ابن شعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشن المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صغر الناس يعنوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس تعنيهم نار الأميار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما يراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلن تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يقول تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود وأنثالهم من أهل الكتاب آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه قالوا مؤمن بما أنزل علينا أن يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك ويكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم أيهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق مصدقا لما معهم منصوبا على الحال أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم قال تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم سادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم فلما قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدل نسخها وأنتم تعلمون صدقهم قتلتموهم ضغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بنا لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال السدي في هذه الآية يعيرهم الله تبارك وتعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وقال أبو جعفر بن جرير قل يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا لما تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم وذلك من الله تكذيب لهم في قوله المؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالآيات الواضحات والدلائم القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقم والدفادع والدم والعصى واليد وفرق البح وتذلو لهم بالغمان والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله في زمان نوسى وأيامه وقوله من بعده أي من بعدنا ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ذلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين وإذ أخذنا من ثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم من الميثاء وعطوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا قالوا سمعنا وعصينا وقد تقدم تفسير ذلك وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال عبد الرزاق عن قتاده وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقال الإمام أحمد حدثنا عصان بن خالد حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسان عن خالد بن محمد الثقف عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعني ويصن ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به وقال السدي أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه بالمبرد ثم براه في البحر ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء ثم قال لهم موسى اشربوا منه فشربوا فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب فذلك حين يقول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن وجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فضرده بها وهو على شاطئ نهر فما شرب أحد من ذلك الماء من من كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب وقال سعيد بن جبير وأشربوا في قلوبهم العجل قال لما أحرق العجل لما أحرق العجل برد ثم نسف فحسن الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران وحكى القرطبي عن كتاب القشير أنه ما شرب أحد منه ممن عبد العجل إلا جن ثم قال القرطبي وهذا شيء غير ما هاهنا لأن المقصود من هذا السياق أنه ظهر على شفاههم ووجوههم والمذكور هاهنا أنهم أشربوا في قلوبهم العجل يعني في حال عبادتهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ صرير أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لون إنسان يطير وقول قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي بئس ما تعتمدونه في قدوم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتنادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين فكيف فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم الموافق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنيه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتمنيه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين أي يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك ولو تمنيه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات وقال الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت فسلوا الموت وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قومه فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال قال ابن عباس لو تمنا يهود الموت لمات وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي ابن محمد الطنافس حدثنا عثام سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهان عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال لو تمني الموت لشرق أحدهم بريقه وهذه أساميد صحيحة إلى ابن عباس وقال ابن جبير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مانا حدثنا بذلك أبو كريب حدثنا زكريا ابن عدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي حدثنا فرات عن عبد الكريم به وقال ابن أبي حات حدثنا الحسن ابن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم قلت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين قال لا والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وهذا غيب عن الحسن ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة ونقله ابن جرير عن قتادة وأب العالية والربيع ابن أنس رحمهم الله تعالى ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تربون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فهم عليهم لعائم الله تعالى لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباءه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدم على ذلك فلما تأخروا علم كذبهم وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعنة الله عن الكاذبين فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض والله لإن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف فعند ذلك جنح للسن وبذل الجزية عن يد وهم صاغرون فضربها عليه وبعث معهم أبا عبيدة ابن الجراح أمين ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن يقول للمشركين قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى وأما من فصل الآية على معنى إن كنتم صادقين أي في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول فإنه قال القول في تأويل قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الآية فهذه الآية مما احتج الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهران مهاجره وفضح بها أحبارهم وعلماءهم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى بن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة فقال لفريق اليهود إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير داركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أميتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكذر عيشها والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دون ما وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبتلون ونحن المحقون في دعوانا وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى اذ دعوا للمباهلة من المباهلة فهذا الكلام منه أوله حسن وآخره فيه نظر وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل إذ يقال إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة كما جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء من ذلك بل قيل لهم كلام النص إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس وأنكم أبناء الله وأحباءه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم واعلموا أن المباهلة تستأصر الكاذب لا محالة فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققون فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم عليهم لعائم الله المتتابعة إلى يوم القيامة وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبتل المناظر له ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرصوا من المشركين الذين لا كتاب لهم وهذا من باب عطف الخاص على العام قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن نهدي عن سفيان عن الأعمش عن نسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثير وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه قال وقد اتفق على سند تفسير الصحابي وقال الحسن البصري ولتجدنهم أحرص الناس على حياه قال المنافق أحرص الناس وأحرص من المشرك على حياه يود أحدهم أي يود أحد اليهود كما يدل عليه ابن السياق وقال أبو العالية يود أحدهم أي أحد النجوس وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة قال الأعمش عن نسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو كقول فارسي ده هز إرسال يقول عشرة آلاف سنة وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي ابن الحسن ابن شقيق سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قيمه يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال هو قيم أعاجم هز إرسال نوروز ومهرجان وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر ألف سنة قال حبدت إليهم الخطيئة طول العمر وقال مجاهد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو أكرمة عن ابن عباس وما هو بن زحزحه من العذاب أي وما هو بن يجيه من العذاب وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة وأن اليهودية قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيعنا عندهم ومعلم وقال العوفي عن ابن عباس وما هو بن زحزحه من العذاب أي عمر قال هم الذين عادوا جبرائيل قال أبو العالية وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا من جيه منك وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذه الآية وهود أحرصوا على الحياة من هؤلاء وقد يد هؤلاء لو يعمروا أحدهم ألف سنة وليس ذلك بن زحزحه من العذاب ولو عمر كما عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا والله بصير بما يعملون أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعمله من فضلك تابع بقية المادة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين قال الإمام أبو جعفر ابو جرير الطبر رحمه الله أجمع أهل العلم للتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو له وأن ميكائل ولي له ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك فقال بعضهم إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قال حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهم لا يعلم هن إلا نبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على يا بني لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتم لتتابعنني على الإسلام فقالوا ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عما شئتم قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهم أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني فأعطوه ما شاء الله من عهد وميسا فقال نشتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقنه منه فنذر لله نذرا لإن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فقالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليه وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال فإن ولي وجبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو ولي قالوا فعندها نفارقك ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك قال فما ينعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه إلى قوله لو كانوا يعلمون فعندها باءوا بغضب على غضب وقد رواه الإمام أحمد في مسنبه عن أب النضر هاشم بن القاسم وعبد الرحمن بن حميد في تفسيره عن أحمد بن وينس كلاهما عن عبد الحميد بن الهرام به ورواه أحمد أيضا عن الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد بنحوه وقد رواه محمد بن إسحاق ابن يسار حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب فذكره مرسلة وزاد فيه قالوا فأخبرنا عن الروح قال فأمشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني قالوا اللهم نعم ولكن له عدو لنا وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء فلولا ذلك اتبعناك فأنزل الله تعالى فيهم قل من كان عدوا لجبريل إلى قوله لا يعلمون وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال والله على ما نقول وكير قال هاتوا قالوا فأخبرنا عن علامة النبي قال تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا أخبرنا كيف تأنث المرأة وكيف تذكر قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا قال أحمد قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها قالوا صدقت قالوا أخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من نار يسجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال صوته قالوا صدقت قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك قال جبريل عليه السلام قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلتني كائل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به وقال الترمذي حسن الغريب وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبر للقاسم ابن أبي بزة أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي قال جبرائيل قالوا فإنه عدو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال فنزلت قل من كان عدوا لجبريل الآية قال ابن جريج قال مجاهد قالت يهود يا محمد ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال فإنه لنا عدو فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية قال البخاري قوله تعالى من كان عدوا لجبريل قال عكرمة جبراء وميكا وإسراف عبد وإن الله حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بهذه جبرائيل آنفة قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك وأما أول أشراط الساعة فمار تحفر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوب وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قيم بهد وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتون فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال أرأيتم إن أسلم قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا هو شرنا وابن شرنا وانتقسوه فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله انفرد به البخاري من هذا الوجه وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس بنحوه وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور النئيل هو الله وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة ورواه بن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق ابن منصور عن قيس بن عاصم عن عكرمة أنه قال إن جبريل اسمه عبد الله وميكاين اسمه عبد الله إين الله ورواه يزيد النحو عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا ومن الناس من يقول إين عبارة عن عبد والكلمة الأخرى هي اسم الله لأن كلمة إين لا تتغير في الجميع فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي عبد الجليل فعبد موجود في هذا كله واختلفت الأسماء المضاف إليها وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف والله أعلم ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيمهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن المثنى حدثني ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل عمر الروحاء فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها فقال ما بال هؤلاء قال يزعمون أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها هنا قال فكفر فكفر ذلك وقال أيما رسول أيما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد صلىها ثم ارتحن فترك ثم أنشأ يحدثهم فقال كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن ومن القرآن كيف يصدق التوراة فبين أنا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك قلت ولمذلك قالوا لأنك تغشانا وتأتينا فقلت إني آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق القرآن قالوا ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به قال فقلت لهم عند ذلك نشتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه وما استودعكم من كتابه هل تعلمون أنه رسول الله قال فسكتوا فقال لهم عالمهم وكبيرهم إنه قد غلض عليكم فأجيبوه قالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجيبه أنه قال أما إذا نشتنا بما نشتنا فإنا نعلم أنه رسول الله قلت ويحكم إذا هلكتم قالوا إنا لم نهلك قلت كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه قالوا إن لنا عدوا من الملائكة وسما من الملائكة وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة قلت ومن عدوكم ومن سلمكم قالوا عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل قالوا إن جبرائيل ملك الفضافة والغلبة والإعصار والتشديد والعذاب ونحو هذا وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا قال قلت وما منزلتهما من ربهما عز وجل قالوا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره قال فقلت فوالذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغي من ميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل قال ثم قم فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان فقال يابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلنا قب فقرأ عليه من كان عدوا لجبرائيل لجبريل من كان من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله حتى قرأ الآيات قال قلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر وقال ابن أبي حات حدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا أبو أسامة عن مجالب أنبأنا عامر قال انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهود فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمدا في كتبكم قالوا نعم قال فما يمنعكم أن تتبعوه قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا جعل له من الملائكة كفلة وأن جبرائيل كفل محمد وهو الذي يأتيه وهو عدونا من الملائكة وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا قال فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما منزلته ما عند الله تعالى قالوا جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله قال عمر وإني أشهد ما ينزلاني إلا بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل فبين ما هو عندهم إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك يبنى الخطار فقام إليه عمر فأتاه وقد أنزل الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبية حدث به عن عمر ولكن فيه قطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه والله أعلم وقال ابن جمير حدثنا بشير حدثنا يزيل ابن زريع عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن عمر ابن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما انصرف رحبوا به فقال لهم عمر أما والله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم ولكن جئت لأسمع منكم فسألهم وسألوه فقال من صاحب صاحبكم فقال لهم جبرائيل فقال ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا وإذا جاء جاء بالحرب والسنة ولكن صاحب صاحبنا ميكايل وكان إذا جاء جاء بالخصب والسن فقال لهم عمر هل تعرفون جبرائيل وتنكرون محمدا صلى الله عليه وسلم ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات ثم قال حدث نلم ثن حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر حدثنا قتاد قال بلغنا أن عمر أقبل إلى اليهود يوما فذكر نحوه وهذا في تفسير آدم وهذا في تفسير آدم وهو أيضا من قتاء وكذلك رياه أصداط عن السد عن عمر مثل هذا أو نحوه وهو منقطع أيضا وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن يعني باستمي حدثنا عبد جعفر عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يهوديا لقي عمر بن الخطار فقال إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا فقال عمر من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين قال فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه ورواه عبد بن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي جعفر هو الرازي وقال ابن جليل حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثني هشين أخبرنا حسين ابن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى من كان عدو لجبريل قال قالت اليهود للمسلمين لو أنني كائن كان هو الذي ينزل عليكم اتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو لنا قال فنزلت هذه الآية حدثنا يعقوب أخبرنا هشين أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله قل من من كان عدو لجبريل قال قالت اليهود إن جبرائيل عدو لنا لأنه ينزل بالشدة والسنة وإن ميكا ينزل بالرخاء والعافية والخصم فجبرائيل عدو لنا فقال الله تعالى من كان عدو لجبريل الآية وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي من عاد جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك فهي رسول من رسول الله ملكي ومن عاد رسول فقد عاد جميع الرسل كما أن من آمن برسول فإنه ينزله الإيمان بجميع الرسل وكما أن من كفر برسول فإنه ينزله الكفر بجميع الرسل كما قال تعالى إن المذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الآيتين فحكم عليهم بالكفر المحق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم وكذلك من عاد جبرائيل فإنه عدو لله لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد بارز ني بالحرب ولهذا رضب الله لجبرائيل على من عاد فقال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المتقدمة وهدى يبشرى للمؤمنين أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إلا للمؤمنين كما قال تعالى قل هؤل للذين آمنوا هدى وشفاء الآية وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة من المؤمنين الآية ثم قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومي كان فإن الله عدو للكافرين يقول تعالى من عادان وملائكتي ورسل ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وجبريل وميكان وهذا من داب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا في الملائكة في عميم الرسل ثم خصصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبرائيل وهو السفير بين الله وأنبيائه وقرن معه ميكائيل في النف لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم فأعلمهم الله تعالى أن من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان كما قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته وميكائيل موكل بالنبات والقطر هذاك بالهدى وهذا بالرزق كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الميل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدموا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وقد تقدم ما حكاه البخاري ورواه بن جنير عن عكرمة وغيره أنه قال جبر وميك وإسراف عبيد وإيل الله وقال ابن أبي حاكم حدثنا أحمد بن سنام حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن أبي رجاء عن عمير مولى بن عباس عن ابن عباس قال إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن وقيل جبر عبد وإيل الله وقال محمد بن إسحاق عن الزهر عن علي بن الحسين قال أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم قلنا لا قال اسمه عبد الله وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز وجل قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرنة ومجاهد والضحاك ويحيب ليعمر نحو ذلك من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كفير ثم قال حدثني أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثني عبد العزيز بن عمير قال اسم جبرائيل في الملائكة خادم الله قال فحدثت به أبا سليمان الداران فاتفر وقال لهذا الحديث أحب إلي من كل شيء في دفتر كان بين وديه وفي جبرائيل وميكان لغاة وقراءات تذكر في كتب اللغة والقراءات ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه وبالله الثقة وهو المستعان وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع مظهر مكان المضمر حيث لم يقل فإنه عدو بل قال فإن الله عدو للكافرين كما قال الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء سبق الموت ذا الغنى والفقيرة وقال الآخر ليت الغراب غدا تينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج وإنما أظهر الله هذا اسمها هنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عاد وليا لله فقد عاد الله ومن عاد الله فإن الله عدو له ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة كما تقدم الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة وفي الحديث الآخر إني لأفأر لأوليائي كما يفأوا الليث الحرب وفي الحديث الصحيح من كنت خصمه خصمته ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثر هم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله نصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون قال الإمام أبو جعفر بن جير في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات الآية أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماءهم وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوهم من أحكامهم التي كانت في التوراة فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبر إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئا منه عن آدمي كما قال الضحاك عن ابن عباس ولقد أنزلنا إليك آيات بينات يقول فأنت تكدوه عليه وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابه وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه يقول الله تعالى لهم في ذلك عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال ابن سوريا القطوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعه فأنزل الله في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا فأنزل الله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه وقال الحسن البصري في قوله بل أكثرهم لا يؤمنون قال نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غدا وقال السد لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقال قتابه نبذه فريق منهم أي نقضه فريق منهم وقال ابن جرير أصل النبذ الطرح والإلقاء ومنه سمي النقيط منبوذ ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء قال أبو الأسود الدؤل نظرت إلى عنوانه فنبثته كنبذ كنعلا أخلقت مني عالكة قلت فالقوم ذنهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخبار وقد أمموا فيها باتباعه ومؤازرته ومسرته كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية وقال هاهنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية أي ضرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في نشت ومشاقة وخف طلعة ذكر تحت راعونة ببئر أروان وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله وقبح فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه قال وقال قتابة في قوله كأنهم لا يعلمون قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى واتبعوا ما تكد الشياطين الآية وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئان من الجن والإنس واتبعوا الشهوات فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان وإن سليمان ظهر على كتبهم فذفنها تحت كرسي وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان فأخفاه عننا فأخذوا به فجعلوه دينا فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية واتبعوا الشهوات التي كانت تتل الشياطين وهي المعازف وهي المعازف والنعب وكل شيء يصد عن ذكر الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس قال كان أصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسي فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها قال فأكثره جهال الناس وسبوه ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس يسبون حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تقل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقال ابن جرير حدثني أبو السائد سلمة ابن جناد السوائي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعظم جرادة وهي امرأة خاتمة فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمة فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال هاتي خاتمي فأخذه ولبسه فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس قال فجاءها سليمان فقال لها هاتي خاتمي فقالت كذبت لست سليمان قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر فذفنوها تحت كرسي سليمان ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب قال فذرئ الناس من سليمان وكفروه حتى بعث الله محمدا سنناه عليه وسلم فأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ثم قال ابن جريب حدث نا ابن حميك حدث نا جريب عن حصير ابن عبد الرحمن عن عمران وهو الحارف قال بينما نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له من أين جئ قال من العراق قال من أي من أي قال من الكوفة قال فما الخبر قال تركتهم يتحدثون أن علي خارج إليه ففزع ثم قال ما تقول لا أبا لك لو شعرنا ما نكحنا نساء ولا قسمنا ميراثة أما إني سأحدثكم عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها فإذا جرت منه وصدق كذب معها سبعين كذبة قال فتشربها قلوب الناس قال فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسي فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال هل أذلكم على كنزه المنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي فأخرجوه فقال هذا سحر فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية وروى الحاكم في مستدركه عن أبي زكري العنبر عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به وقال السدي في قوله تعالى واتبعوا ما تقضي الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغير فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسية ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترى وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في سورة إنسان ثم أتى نفرا من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له فأذن فقال لا ولكن لني هاهنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذت بني إسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقال الربيع بن أنس إن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيخصمهم فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تقل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلنون الناس السحر وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغيب فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتم ويحسد الناس عليه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحذير فرجعوا من عنده وقد خرجوا وقد أضحض الله حجتهم وقال مجاهد في قوله تعالى واتبعوا ما تكد الشياطين على ملت سليمان قال كانت الشياطين تستمع الوح فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مئتين مثلها فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر وقال سعيد بن جبير كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منه فيطفله تحت كرسيه في بيت خزائنه فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فذنت إلى الإنس فقالوا لهم أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك قالوا نعم قالوا فإنه في بيت خزائنه وتحت كرسيه فاستفار به الإنس واستخرجوا وعملوا به فقال أهل الحجاز كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام فقال تعالى واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام فكتبوا أصناف السحر من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في عنوانه هذا ما كتب أصف ابن براخيا الصديق من الملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه قالوا والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده في من عد من المرسلين قال من كان بالمدينة من اليهود قال من كان بالمدينة من اليهود ألا تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا والله ما كان إلا ساحرة وأنزل الله في ذلك من قولهم واتبعوا ما تكد الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا حسين بن حجاد عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان فكتبت من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقول كذا كذا ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقول كذا وكذا فكتبته وجعلت عنوانه هذا ما كتب عاصف بن برخيا للملك سليمان بن داود عليهم السلام من ذخائر كبوز العلم فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبا فقال يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا فلتمسوا سحره في متاعه وبيوته ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا فقال المؤمنون بل كان نبيا مؤمنا فلما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وذكر داود وسليمان فقالت اليهود انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحرا يركب الريح فأنزل الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الآية وقال ابن جرير حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت عمران ابن جرير عن أبي مجلز قال أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلاعا فزاد الناس السجع والسحر فقالوا هذا يعمل به سليمان ابن داود عليهما السلام فقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام ابن روان حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن واتبعوا ما تكل الشياطين قال ثلث الشعب وثلث السحر وثلث الكهانة وقال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن بشار الواسط حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان وتبعته اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل به ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على الذي بالفهم والله الهادي وقوله تعالى واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تكلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان وعداه بعلاء لأنه تضمن تكدو تكذب وقال ابن جريب على هاهنا بمعنى فيه أي تكدو في ملك سليمان ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق قلت والتضمن أحسن وأولى والله أعلم وقوم الحسن البصري رحمه الله وكان السحر قبل زمان سليمان بن داوود صحيح لا شك فيه لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داوود بعده كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى الآية ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داوود جانيت وآتاه الله الملك والحكمة وقال قيم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين أي المسحورين على المشهور وقوله تعالى وما أنزل على الملكين بذاذل هاروط يا ماروط وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اختلف الناس في هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية أعني التي في قيله وما أنزل على الملكين قال القرطبي ما نافية ومعطوف على قيله وما كفر سليمان ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السح وما أنزل على الملكين وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائين فأكذبهم الله وجعل قوله هاروط وماروط بدلا من الشياطين من فضلك تابع بقية المادة قال وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرى من بيوه لتمرد هنا أقدير الكلام عنده معلمون الناس السحر بباب هاروط وماروط ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآل وأصح ولا يلتفت إلى ما سوى ورمى ابن جليل بإسناده عن طريق العوفي عن ابن عباس في قوله وما أنزل على الملكين ببابل الآية يقول لم ينزل الله السحر وبإسناده عن الربيع ابن أنس في قوله وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله عليهما السحر قال ابن جليل فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتب الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروط وماروط فيكون قوله ببابل هاروط وماروط من المؤخر الذي معناه المقدم قال فإن قال لنا قائد كيف وجه تقديم ذلك قيل وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروط وماروط فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داول فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزل بسحر وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهم هاروط واسم الآخر ماروط فيكون هاروط وماروط على هذا التأوين ترجمة عن الناس وردا عليهم هذا نفظه بحروفه وقد قال ابن أبي حاتم حدثت عن عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية وما أنزل على الملكين قال ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر قال ابن أبي حاتم وأخبرنا الفضل بن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا يعلى يعني ابن أسد أخبرنا بكر يعني ابن مصعب أخبرنا الحسن بن أبي جعفر أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقراؤها وما أنزل على الملكين داود وسليمان وقال أبو العالية لم ينزل عليهما السحر يقول علنا الإيمان والقفر فالسحر من القفر فهما ينهيان عنه أشد النهي رواه ابن أبي حاتم ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول وأنما بمعنى النذي وعطانا القول في ذلك وبدعا أن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله إلى الأرض وأذي لهما في تعليم السحر اختبارا لعباده وامتحانا بعد أن بيّن لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على أنسمة الرسل وابدعا أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك لأنهم انتثل ما أمر به وهذا الذي سلكه غريب جدا وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما يزعله ابن حزب ورد أبي حاتم بإسناده على الضحاك ابن مزاحم أنه كان يقرأها وما أنزل على الملكين ويقول هما عنجان من أهل بابد ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا بمعنى الإيحاء كما في قوله تعالى وما أنزل على الملكين كما قال تعالى وأنزل لكم من الأمعار ثمانية أزواج وأنزل الحديد فيه بأس شديد وينزل لكم من السماء إسقى وفي الحديث ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواءا وكما يقال أنزل الله الخير والشر وحكى القلطبي عن ابن عباس وابن أبزى والحسن البصر أنهم قرأوا وما أنزل على الملكين بكسر اللام قال ابن أبزى وهما داويد وسليمان قال القلطبي فعلى هذا تكون ما نافية أيضا وذاب آخرون إلى الوقف على قوله يعلمون الناس السح وما نافية قال ابن جليل حدثني يونس أخبرنا ابن وهد أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد وسأله رجل عن قول الله يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاريت وماريت فقال الرجلان يعلمون الناس ما أنزل عليهما ويعلمون الناس ما لم ينزل عليهما فقال القاسم لا أباني أيتهما كانت ثم رؤية عن يونس عن أنس بن عياب عن بعض أصحابه أن القاسم قال في هذه القصة لا أباني أي ذلك كان إني آمنت به وذهب كثير من السلف إلى أنهما كان ملكين من السماء وأنهما أنزل إلى الأرض فكان من أمره ما ما كان وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحيط في مسنده رحمه الله كما سنورده إن شاء الله وعلى هذا فيكون الجنع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق وفي قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فستجدوا إلا إبليس أبا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى وقد حكاه القرطبي عن علي وابن سعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسد والكلب ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه قال الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله تعالى في مسنده أخبرنا يحيى ابن بكير حدثنا زهير ابن محمد عن نيوسى ابن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة أي ربي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تعالى للملائكة هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قالوا ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة مرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تتكلم بهذه الكلمة من الإشراق فقالا والله لا نشرك بالله شيئا أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تقتل هذا الصبي فقالا لا والله لا نقتله أبدا فذهبت ثم رجعت بقبح خمر تحمله فسألاها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الحمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقا قالت المرأة والله ما تركتما شيئا أبيتماه عليه إلا قد فعلتماه حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن بكين به وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا نيوسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء ورمع بن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع عبد الله بن كعب بن نالك وروا عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مدر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن نهيعة وعمر بن الحارث ويحيى بن أيب وروا له أبو داود وابن ماجة وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال وقد تفرد به عن نافع مول بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا له متابع من وجه آخر عن نافع وروا له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردوي حدثنا دعلج ابن أحمد حدثنا هشام ابن علي ابن هشام حدثنا عبد الله ابن رجاء حدثنا سعيد ابن سلمة حدثنا موسى ابن سرجس عن نافع عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بطوله وقال ابو جعفر ابن جليل رحمه الله حدثنا القاسم أخبرنا الحسين وهو سليد ابن داويد صاحب التفسير أخبرنا الفرج ابن فدالة عن معاوية ابن صالح عن نافع قال سافرت مع ابن عمر فلما كان من آخر الليل قال يا نافع انظر ضلعت الحمراء قلت لا مرتين أو ثلاثا ثم قلت قد طلعت قال لا مرحبا بها ولا أهلا قلت سبحان الله نجم نسخر سامع متيع قال ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة قالت يا رب كيف صبرك على دني آدم في الخطايا والذنوب قال إني ابتميتهم وعافيتكم قال لو كنا مكانهم مع صيناك قال فاختاروا ملكين منكم قال فلم يأمي جهدا أن يختاروا فاختاروا هاروت وماروت وهذان أيضا غريبان جدا وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثاني عن يوسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهنا إني إرسلوا إلى بني آدم رسلا وليس بني وبينكم رسول إن زلا لا تشرك بشيء ولا تزني ولا تشرب الخمر قال كعب فالله ما أمسى من يومهما الذي أهبط فيه حتى استكمل جميع ما نهي عنه رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به ورواه ابن أبي حاكم عن أحمد ابن عسام عن مؤمن عن سفيان الثور به ورواه ابن جرير أيضا حدثني المثنى أخبرني المعلى وهو ابن أسب أخبرنا عبد العزيز ابن المختار عن نيوسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنابين المتقدمين وسالم أثبت في أبيه من وإله نافى فبار الحبيث ورجع إلى نقني كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل والله أعلم ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين قال قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا الحجاد أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن معلناها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضب بن شاذان أخبرنا أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا معاوية عن أبي خالد عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكة السماء يعني وما أنزل على الملكين ورواه الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره بسنده عن مغيف عن مولاه جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوع وهذا لا يثبت من هذا الوجه ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت وهذا أيضا لا يصح وهو منكر جدا والله أعلم وقال ابن جرير حدثنا المثنى ابن إبراهيم أخبرنا الحجاج ابن منهال حدثنا حماد عن علي ابن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن سعود وابن عباس أنهما قالا جميعا لما كفوا بني آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تنهمهم فأوحى الله إلى الملائكة إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم وأنزلت الشهوة والشيطان في قلوبهم ولي نزلتم لفعلتم أيضا قال فحدثوا أنفسهم أن لا يبتلوا اعتصموا فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأنزيت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت قال فوقع بالخطيئة فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فلما وقع بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم فخيئوا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن الننهان بن عمر ويونس بن خباب عن مجاهد قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر فلما كان ذات ليلة قال لعلامه انظر هل طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله هي صاحبة الملكين قالت الملائكة يا ربي كيف تدعوا رساة بني آدم وهم يسفكون الدن الحرام وينتهكون محارنك ويفسدون في الأرض قال إن ابتليتهم فلعلي إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون قالوا لا قال فاختاروا من خياركم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني نهبتكما إلى الأرض وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا فأهبتا إلى الأرض وألقي عليهم الشهوة وأهبتت لهم الزهرة في أحسن سورة امرأة فتعربت لهما فراوداها عن نفسها فقالت إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثلك قال وما ديرك قالت المجوسية قال الشرق هذا شيء لا نقربه فمكثت عنهما ما شاء الله تعالى ثم تعرضت لهما فراوداها عن نفسها فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتدح فإن أكررتما لي بدين وشربتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت فأقرى لهما بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا بها إلى السماء فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقع خائفين نادمين يفكيان وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقال لو أتينا ثلالا فسألناه فطلب لنا التوبة فأتياه فقال رحمكم الله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماء قال إنا قد اقتلين قال ائتياني يوم الجمعة فأتياه فقال ما أجدت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة الثانية فأتياه فقال اختارا فقد خيرتما إن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة وإن أحددتما فعذابوا الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله فقال أحدهما إن الدنيا لم يمض منها إلا القليل وقال الآخر ويحك إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن إن عذابا يفلى ليس كعذاب يبقى فقال إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبنا قال لا إني أرجو إن علم الله أننا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا قال فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بكرات من حديد في قليب مملؤة من نار عليهما سافلهما وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر وقد تقدم في رواية ابن جريل من حديث معاوية ابن صالح عن نافع عنه رفعه وهذا أثبت وأصح إسناده ثم هو والله أعلم من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه وقوله إن الزهرة نزلت في سورة امرأة حسنى وكذا في المروي عن علي فيه غرابة جدة وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم أخبرنا عصام بن رواد أخبرنا آدم أخبرنا أبو جعفر حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله قالت الملائكة في السماء يا ربي هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرينهم فقيل إنهم في غيب فلم يعذريهم فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين أعمرهما وأنهاهما فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئا ولهي عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة وشرب الخمر فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها فسألاها عن دينها فأخرجت لهما صلما فقالت هذا أعبده فقالا لا حاجة لنا في عبادة هذا فذهبا فعبر ما شاء الله ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما اختارا أحدا خلال الثلاث إما أن تعبدا هذا الصنم وإما أن تقتلا هذه النفس وإما أن تشربا هذه الخمر فقالا كل هذا لا ينبغي وأغلل هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فقالا أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلنقطع له فاختارا عذاب الدنيا فجعلا بباب فهما يعذبان وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولا عن أبي زكري العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوي عن حكام ابن سلم الرازي وكان فقه عن أبي جعفر من الرازي به ثم قال صحيح الإسناد لم يخرجاه فهذا أقرب ماري في شأن الزهرة والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير يقارب أبي خاتم أخبرنا أبي أخبرنا مثل أخبرنا القاسم بن الفضل الحذاء أخبرنا يزيد يعني الفارسي عن ابن عباس أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأيهم يعملون بالمعاصر فقالوا يا ربي أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصر فقال الله أنتم معي وهم في غيب عني فقيل له اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على أن يحكموا بين أهل الأرض وجعل فيهم شهرة آدميون فأمروا أن لا يشربوا خمرا ولا يقتنوا نفسا ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثا فاستقال منهم يعحد فأقيل فأهدف اثنان إلى الأرض فأتتهم امرأة من أحسن الناس يقال لها مناهية فهياها جريق ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها فقالت لهما لا حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجد ليثني فقالا لا نسجد ثم شربا من الخمر ثم قتلا ثم فجدا فأشرف أهل السماء عليهما وقالت لهما أخبراني بالكلمة التي إذا قلتناها قرتنا فأخبراها فطارت فمسفت جمرة وهي هذه الزهرة وأما هنا فأرسل إليهما سليمان بن داويد فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما ملاطان بين السماء والأرض وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإضراب ونكارة والله أعلم بالصواب وقال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة والزهري عن عبيد الله بن عبد الله وما أنزل على الملكين بذاب لهاريت وماريت كان ملكين من الملائكة فأهبط ليحكم بين الناس وذلك أن الملائكة سخروا من حكام بني آدم فحاكمت إليهم امرأة فحافى لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وقال معمر قال قتادة فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما أن لا يعلنا أحدا حتى يقولا إننا نحن فتنك فلا تكفر وقال أصباط عن الشدي أنه قال كان من أمر هاريت وماريت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم فقيل لهما إني أعطيت بني آدم عشرا من الشهوات فبها يعصينني قال هاريت وماريت ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل فقال لهما انزلا فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس فنزلا بباب ديناي فكانا يحكمان حتى إذا أمسيا عرجا فإذا أصبح هبطا فلم يزالا كذلك حتى أتتهم امرأة تخاصن زوجها فأعجبهما اسمها واسمها بالعربية الزهرة وبالنبطية بيدخت وبالفارسية أناهيد فقال أحدهما لصاحبه إنها لتعجبني قال الآخر قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك فقال الآخر هل لك أن أذكرها لنفسها قال نعم ولكن كيف لما بعذاب الله قال الآخر إنا لنرضي رحمة الله فلما جاءت تخاصن زوجها ذكر إليها نفسها فقالت لا حتى تقضياني على زوجي فقضيانها على زوجها ثم لاعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها فأتيها لذلك فلما أراد الذي يلاقعها قالت لا على بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماء وبأي كلام تنزلان منها فأخبراها فتكلمت فصعدت فأنساها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله كوكبا فكان عبد الله ابن عمر كلما رآها لعنها وقال هذه التي فتنت هاريت وماريت فلما كان الليل أراد أن يصعد فلبه تيقا فعرف الهلكة فخيّى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فعلقا ببابه وجعل يكلنان الناس كلامها وهو الصح وقال ابن أبي مجيح عن مجاهد أما شأن هاريت وماريت فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات فقال لهم ربهم تعالى اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في الأرض فاختاروا فلم يأموا هاريت وماريت فقال لهما حين أنزلهما أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم وإنما تأتيه من رسل الكتب وراء وراء وإنكما ليس بيني وبينكما رسول ففعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذا فأمرهما بأمير ونهاهما ثم نزل على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما فحكما فعذلا فكانا يحكمان في النهار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا فكان مع الملائكة وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان حتى أنزلت عليهم الزهرة في أحسن سورة امرأة تقاسم فقضى عليها فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسه فقال أحدهما لصاحبه وجدت مثل الذي وجدت قال نعم فبعث إليها أن ائتيانا نقبلك فلما رجعت قالا وقضى لها فأتتهما فكشفا لها عن عورتيهما وإنما كانت سوآتهما في أنفسهما ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساء ونذاتها فلما بلغا ذلك يستحنا افتتنا فطارت الزهرة فرجع حيث كانت فلما أنسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم تخمنهما أجنحتهما فاستغافا برجل من بني آدم فأتياه فقالا ادعو لنا ربك فقال كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء قالا سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء فوعدهما يوما وعدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا تسع مراك مثلها فأمر أن ينزل بباب فتم عذابهما وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يسفقان بأجنحتهما وقد روية في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسد والحسن البصري وقتادة وأب العالية والزهري والربيع ابن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا يمطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نقل بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال وقد ورد في ذلك أثر غيب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى أخبرنا الربيع ابن سليمان أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قدمت علي امرأة من أهل دونة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به وقالت عائشة رضي الله عنها عروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها فكانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت كان لي زود فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت إن فعلت ما أعمرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن شيء حتى وقصنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا ما جاء بك قلت نتعلم السحر فقالا إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي فأبيت وقلت لا قالا فذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إلي هنا فقالا أفعلت فقلت نعم فقالا هل رأيت شيئا فقلت لم أر شيئا فقالا لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فأربيت وأبيت فقالا اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت فقالا فما رأيت قلت لم أر شيئا فقالا كذبت لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك فأربيت وأبيت فقالا اذهبي إلى التنور فبولي فيه فذهبت إليه فبولت فيه فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فجئتهما فقلت قد فعل فقالا فما رأيت قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فقالا صدقتي ذلك إيمانك خرج منك اذهبي فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فبذري فبذرت وقلت اطلعي فأطلعت وقلت حقلي فأحقلت ثم قلت فركي فأفركت ثم قلت أيبسي فأيبست ثم قلت اطحني فأطحنت ثم قلت خبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندنت والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع ابن سليمان به مطولا كما تقدم وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون لها وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما قال هشام فلو جاءتنا فأفتيناها بالضمان قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لا وجدت نوكى أهل حمق وتكلف بغير علم فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله عنها وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحرة له تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال وقال آخرون بل ليس له قدرة إلا على التخيين كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى استذل به على أن بابل المثكورة في القرآن هي بابل العراق لا بابلا ديناوند كما قاله السبي وغيره ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا أحمد بن صالح حدثني ابن وهب حدثني ابن الهيعة ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المراد عن أبي صالح من الغفار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما ضرز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي ببابل فإنها ملعونة وقال أبو داود أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المراد عن أبي صالح الغفار أن علي مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن ذنه بصلاة العصر فلما ضرز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى ابن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداب عن أبي صالح الغفار عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود قال فلما خرج منها برزا وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عليه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين قال أصحاب الهيئة وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربي ويقال له أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا طولا وأما عرضهما وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب وهي المسامك لخط الاستواء إثنان وثلاثون درجة والله أعلم وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال فإذا أتاهما الآتي يريد السح نهياه أشد النهي وقال له إنما نحق فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر قال فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حصرتاه يا ويله ماذا صنع وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فأخذ عليهم المثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر رواه ابن أبي حاتم وقال قتاده كان أخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي بلاء اكتلينا به فلا تكفر وقال السدي إذا أتاهما إنسان يريد السحر وعظا وقالا له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أبى قالا له ائت هذا الرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر فذلك قول الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج في هذه الآية لا يشترئ على السحر إلا كافر وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان شرا طويلة وكذلك قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام حيث قال إن هي إلا فتنتك أي اتلاؤك واختبارك وامتحانك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر واستشهد له بالحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذنومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والإئتلاف وهذا من صنيع الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة ابن نافع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويدنيه ويلتزم ويقول نعم أنت وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغدة أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة والمرء عبارة عن الرجل وتأميثهم رأة ويثمى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري إلا بقضاء الله وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد وقال الحسن البصري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال نعم من شاء الله صلتهم عليه ومن لم يشأ الله لم يصل ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله كما قال الله تعالى وفي رواية عن الحسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أي يضرهم في دينهم وليس له نفع يوازي ضرره ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ما له في الآخرة من جهة عند الله وقال عبد الرزاق وقال الحسن ليس له دين وقال سعد عن قتادة ما له في الآخرة من خلاق قال ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة وقوله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يقول تعالى ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عيبا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان ما ثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم وردوا به كما قال تعالى وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ فَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وقد استدلى بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عرقه لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان هو ابن عوينة عن عمر بن بينار أنه سمع بجالة ابن عبدة يقول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر قال فقتلنا ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت قال الإمام أحمد بن حنبل صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر وروى الترمذي من حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جند بن الأزدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيق عن الحسن عن جند بن موقوفا قلت قد رواه الطبراني من وجه آخر عن الحسن عن جند بن مرفوعا والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه فقال الناس سبحان الله يحيي الموتى ورآه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الغد جاء مجتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه وتلا قوله تعالى أتأتون السحر وأنتم تبصرون فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم وقال الإمام أبو بكر الخلال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أخبرنا يحيى بن سعيد حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مجتملا على سيفه فقتله قال أراه كان ساحرا وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمراء وحفصة على سحر على سحر يكون شركا والله أعلم فصل حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر قال وربما كفروا من اعتقد وجوده قال وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقاء والكلمات المعينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة ثم استذل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن الإخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وأن السحر عمل فيه وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحر قال وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة ثم قال بعد هذا المسألة الخامسة في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف وأيضا لعموم قوله تعالى قلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجزا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة وهذا الكلام فيه نظر من وجوه أحدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح إن عنا به ليس بقبيح عقلا فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد وفي السنن من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر وقوله ولا محظور اتفق المحققون على ذلك كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم وأين نصصهم على ذلك ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر لأن هذه الآية إنما دلت على متح العالمين العلم الشرعي ولما قلت إن هذا منه ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يبيه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزة ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله أعلم ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية الأول سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه كما ذكرها القاضي ابن خل كام وغيره ويقال إنه تاب منه وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المضمون به إلا أنه ذكر فيه طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتمسكون به قال والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استذن على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه قال وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام قال وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين قال فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأذوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات وتحقيقه إن النفس إذا كانت متعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تأثير البتة إلا في هذا البدن ثم أرشد إلى مداوات هذا الداء بتقليل الغذاء والانقطاع عن الناس والرياء قلت وهو الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على كسمين تارة تكون حالا صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى هذا سحرا في الشرع وطارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك فهذه حال الأشقياء المخالفين للشريعة ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم كما أن الدجال له من الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعا لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالف الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وبسط هذا يطول جدا وليس هذا موضعة قال والنوع الثالث من السحر لاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين قال واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينهما من المناسبة والقرب ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدحن والتجريب وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة ومدناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير منتظروه فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لفطنا الناظرون لكل ما يفعله قال وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبث في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا تخف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه قلت وقد قال بعض المفسرين إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار جرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية إلى أن قال فهذه الوجوه من لطيف أمور التخايل قال وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل قلت يعني ما قاله بعض المفسرين إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخير إلى الرائي أنها تسعى باختيارها قال الرازي ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأفقال بالآلات الخفيفة قال وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسبابا معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها قلت ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنبيل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكن يتأولون ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء من متعبد الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقوله حدث عني ولا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلج النار ثم ذكرها هنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان زمان الزيتون فتح بابا من ناحيته فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضا فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعائم الله المتتابعة إلى يوم القيامة قال الرازي النوع السادس من السحر لاستعامة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات قال واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد قلت يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتخيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أنها أحوال له من مخالفة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات قال النوع السابع من السحر التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة فإذا حصل الخوف ضعفة القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء قلت هذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروض على الضعفاء العقول من بني آدم وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره قال النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس قلت النميمة على قسمين طارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وأتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من ينم خيرا أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعة وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريضة جاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترق وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة والله المستعان ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه قلت وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فم السحر لنطافة مداركها لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحر وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل والسحر الرئة وهي محل الغذاء وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الخوف وقالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وقال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم والله أعلم وقال أبو عبد الله القرطبي وعندما أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايين من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتخييل قال ومن السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد لخفة سيره قال ابن فارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية قال القرطبي ومنهما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك قال وقوله عليه السلام إن من البيان لسحرى يحتمل أن يكون متحا كما تقوله طائفة ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة قال وهذا أصح قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديث فصل وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر فقال أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليشتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر وقال الشافعي رحمه الله إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إذاحته فهو كافر قال ابن هبيرة وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله فقال مالك وأحمد نعم وقال الشافعي وأبو حنيفة لا فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أي يقر بذلك في حق شخص معين وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصا قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل يعني لقصة لديد بن الأعصم واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبث وقال الثلاثة حكمها حكم الردل والله أعلم وقال أبو بكر الخلال أخبرنا أبو بكر المرزي قال قرأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري قال يقتل ساحر يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرتهم رأة من اليهود فلم يقتلها وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره وحكى ابن خويز من داد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإن لا قتل والثانية أنه يقتل وإن أسلم وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فلا تكفر لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبا قبلناه فإن قتل سحره قتل قال الشافعي فإن قال لم أتعمد القتلى فهو مخطئ تجب عليه الدية مسألة وهل يسأل الساحر حلا بسحره فأجاز سعيد بن المسيد فيما نقله عنه البخاري وقال عامر الشعبي لا بأس بالنشر وكره ذلك الحسن البصري وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل لا تنشرت فقال أما الله فقد شفانه وخشيت أن أفتح على الناس شرا وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يأخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به وهو جيد للرجل الذي يأخذ عن امرأته قلت أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك وهما المعوذتان وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاوم مع المكتبة المركزية للكتب الناقفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انذرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يغتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبه بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا ويرون بالرعون كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليّا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنه بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السام عليكم والسام هو الموت ولهذا أمرنا أن نرد عليهم بي وعليكم وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم وقال الإمام أحمد أخبرنا أبو النظر أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا ثابت أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يبي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رسقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم وروا أبو داود عن عثمان بن أبي شيدة عن أبي النظر هاشم أخبرنا ابن القاسم به من تشبه بقوم فهو منهم ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه الكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا نعيم بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مسعر عن ابن معن وعو أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال عهد إلي فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس راعنا أي أرعنا سمعك وقال الضحاك عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع ابن أنس وعطية العوف وقتابة محو ذلك وقال مجاهد لا تقول راعنا لا تقول خلافة وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منك وقال عطاء لا تقول راعنا كانت ضغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها وقال الحسن لا تقول راعنا قال الراعن من القول السخري منه نهاهم الله أن يسخر من قول محمد صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه من الإسلام وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله وقال أبو صخر لا تقول راعنا وقال انظرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول أرعنا سمعك فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له وقال السدي كان وجل من اليهود من بني قيمقاع يدعى رفاعة ابن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صاغر وهي كالتي في سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقول راعنا وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم بنحو من هذا قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا لأنها كلمة كره الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرب ولكن قولوا الخبلة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي وما أشبه ذلك وقوله تعالى ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننصخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ننصخ من آية ما نبدل من آية وقال ابن جريج عن مجاهد ما ننصخ من آية أي ما نمح من آية وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننصخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القربي نحو ذلك وقال الضحاك ما ننصخ من آية ما ننسك وقال عطاء أما ما ننصخ فما نترك من القرآن وقال ابن أبي حاتم يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال السدي ما ننصخ من آية نسخها قبضها وقال ابن أبي حاتم يعني قبضها رفعها مثل قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البد وقوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا وقال ابن جرير ما ننصخ من آية ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيوه وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحضر والإطلاق والمنع والإباحة فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك قريب لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدله وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه وقال الطبراني أخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن ابن واقب أخبرنا أبي أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي فأنهو عنها فكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون الخفيفة سليمان بن الأرقم ضعيف وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي وقوله تعالى أو ننسها فقرأ على وجهين ننسأها وننسها فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسأها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء أو ننسأها نؤخرها ونرجئها وقال عطية العوف أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها وقال السدي مثله أيضا وكذا الربيع بن أنس وقال الضحاك ما ننسخ من آية أو ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ وقال أبو العالية ما ننسخ من آية أو ننسأها نؤخرها عندنا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغداد أخبرنا خلف أخبرنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتابة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء وقال ابن جرير أخبرنا سواد سواد بن عبد الله أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله أو ننسها قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا ثم نسيا وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا ابن نفيل أخبرنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال ابن أبي حاتم قال لي أبو جعفر بن نفيل ليس هو الحجاج بن أرطاه هو شيخ لنا جزري وقال عبيد بن عمير أو ننسها نرفعها من عندكم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم أخبرنا هشيم عن يعلى ابن عطاء عن القاسب ابن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي والقاس يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها قال قلت له فإن سعيد ابن المسيب يقرأ أو ننساها قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب قال قال الله جل ثناء سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم وأخرجه الحاكم في مستدركه من حذيف أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن كعب وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد وقال الإمام أحمد أخبرنا يحيا أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال عمر على علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها قال البخاري قال البخاري أخبرنا يحيا أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ننسخ من آية أو ننسها وقوله نأت بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نأت بخير منها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها أي نرجئها عندنا نأت بها أو نظيرها وقال السدي نأت بخير منها أو مثلها يقول نأت بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه وقال قتادة نأت بخير منها أو مثلها يقول آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نه وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ملي ولا نصير يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء فله الخلق والأمر وهو المتصرف فكما خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذر من يشاء كذلك يحكم في عباده بما يشاء فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنصف فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى فالطاعة كل الطاعة في انتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبره وانتثال ما أمره وترك ما عنه زجر وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراءا وإفكا قال الإمام أبو جعفر بن جريغ رحمه الله فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأعمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء وأنهى عما أشاء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء وأقر فيهما ما أشاء ثم قال وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإن شاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه قلت الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه وما يجاب به عن هذه الأدلة لأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود وكما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل وقيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى ففي هذا المقام بيّن تعالى جواز النسخ ربّا على اليهود عليهم لعنة الله حيث قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية فكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء ألا له الخلق والأمر وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية كما سيأتي تفسيره والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن وقوله ضعيف مردود مرذور وقد تعسف في الأجوية عما وقع من النسخ فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحوض لم يجب عن ذلك بكلام مقبول وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك والله أعلم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مخد ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ثم أنزل الله حكم الملاعنة ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قال عليه السلام لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث ولهذا قال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع وقال الحافظ أبو يعل الموصلي في مسنده أخبرنا أبو كريب أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب وقال البزار أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن اليتامة يعني هذا وأشباه من فضلك تابع بقية المادة وقاله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أي بل تريدون أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري وهو يعم المؤمنين والكافرين فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصائقة بظلمهم قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقه فأنزل الله من قولهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارة بني إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبهيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن وقال من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر أمثالها ولا يهلك على الله إلا هالك فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وقال مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرى قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفى ذهبا قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بني إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا قال الله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وقال أبو العالية يتبدل الشدة بالرخاء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مجتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو لاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال كان حلي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب قال هو كعب بن الأشرف وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم إلى قوله فاعفوا واصفحوا وقال الضحاك عن ابن عباس أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا وكذلك قال الله تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم وقال الربيع ابن أنس من عند أنفسهم من قبل أنفسهم وقال أبو العالية من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم وكذا قال قتادة والربيع ابن أنس وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله تعالى وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والسد وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشرقين حيث وجدتموه وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون فنسخ هذا عفوه عن المشرقين وكذا قال أبو العالية والربيع ابن أنس وقتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشرقين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قريش وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يحفهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله وقال أبو جعفر بن جريب في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مفخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته قال وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم والله أعلم وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو زرعة أخبرنا ابن بكير حدثني ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لم يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودا ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال تلك أمانيهم وقال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق وكذلك قال قتادة والربيع ابن أنس ثم قال تعالى قل أي يا محمد هاتوا برهانكم قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع ابن أنس حجتكم وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين أي فيما تدعونه ثم قال تعالى بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قال تعالى فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع عنه الآية وقال أبو العالية والربيع بلا من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله وقال سعيد بن جبير بلا من أسلم أخلص وجهه قال دينه وهو محسن أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن للعمل المتقبل شرطين أحدهما أن يكون خالصا لله وحده والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ورؤية عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مربود على فاعله وهذا حال المرائين والمنافقين كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يفكرون الله إلا قليلا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ولهذا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال في هذه الآية الكريمة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه من المحذور فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه كما قال سعيد بن جبير فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون بالموت وقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترون الكتاب بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم أهل مجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحضار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حرملة ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يد صاحبه وقال مجاهد في تفسير هذه الآية قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء وقال قتادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم اتبعوا وتفرقوا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم اتبعوا وتفرقوا وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القول يقتضي أن كل من الضائفتين صدقت فيما رمض به الضائفة الأخرى ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك ولهذا قال تعالى وهم يقلون الكتاب أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها والله أعلم وقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القوم وهذا من باب الإيماء والإشارة وقد اختلف فيما عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون فقال الربيع بن أنس وقتادة كذلك قال الذين لا يعلمون قال وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم وقال ابن ذريج قلت لعطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل وقال السدي كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب قالوا ليس محمد على شيء واختار أبو جعفر بن جليل أنها عامة تصلح للجميع وليس ثم دليل قاطع معين واحدا من هذه الأقوال والحمل على الجميع أولى والله أعلم وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي أنه تعالى يجمع بينهم يوما معاد ويفصل بينهم بقضائه العد الذي لا يزور فيه ولا يظلم مثقال ذرة وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين أحدهما مع رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قال هم النصارى وقال مجاهد هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن نصلوا فيه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وسعى في خرابها قال هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى وقال سعيد عن قتادة قال أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابني المجوسي على تخريب بيت المقدس وقال السدي كان ظاهر بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى ابن زكريا وعي نحوه عن الحسن البصري القول الثاني ما رواه ابن جبير حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهم وسعى في خرابها قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصد فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق وفي قوله وسعى في خرابها قال إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمر وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس قلت والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد ورؤي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوما من دين اليهود وكانوا أقربا منهم ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذاك لأنهم لعنوا من قبل على رسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذن في حق اليهود والنصارى شرع في ذن المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم فما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبثت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك من فضلك تابع بقية المادة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر